نظم مكتب إيرازموس بلاس الوطني ندوة بين الأردن ودول عدة بهدف تعزيز التبادل المعرفي وإتاحة الفرصة أمام الجامعات الأردنية للاطلاع على خبرات مختلف المؤسسات الأكاديمية الدولية والاستفادة من تجاربها لتطوير التعليم العالي نتابع بهدف تعزيز العلاقات وزيادة التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الأردنية قام مكتب إيرازموس بلاس الوطني بتنظيم ندوة وربطها مع مثيلاتها في دول برنامج إيرازموس بلاس لإتاحة الفرصة أمام الجامعات الأردنية للاطلاع على خبرات مختلف المؤسسات الأكاديمية الدولية قد قام مكتب إيرازموس بلاس في الأردن بتنسيق هذا اللقاء المميز لاستقطاب عدد كبير جدا من 19 دولة أوروبية لبناء تشارك مع الجامعات الأردنية والمؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من تلك المشاريع التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في برنامجين الحقيقة في برنامج الكاباسيتي بيلدينغ والذي تستفيد منه الجامعات الأردنية والمؤسسات الحكومية والخاصة وأيضا في الموبيلتي التي يستفيد منها قطاع كبير من الطلبة وأعضاء الهيئة تدريسية في الجامعات الحكومية والخاصة مع الاتحاد الأوروبي في هذه السنوات تأتي هذه الندوة استكمانا لما تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالتعليم العالي للاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها لمستقبل أفضل في التعليم العالي الأردني ولعل أهم محاور مثل هذه الندوات هي الانتقال من الوطن للخارج والخارج للوطن للاستفادة من تجارب الآخرين هذا يشكل بعد في التنوع الثقافي لطلاع على تجارب الآخرين مما يشكل حافز لمستقبل أفضل ولخطط أفضل للتطوير التعليم العالي إن شاء الله تأتي أهمية الندوة إلى زيادة عدد مشاريع الحراك الأكاديمي ومشاريع بناء قدرات العاملين في التعليم العالي وتوفير مناح طلابية لمختلف المستويات التعليمية من المهم المشاركة في هذه الندوة إذ يشكل فرصة جديدة لنا وذلك من خلال خلق تعاون بين الأردن وإيطاليا نحن اليوم في هذه الندوة لنروج عن برنامج إيرازموس على اعتباره أكبر برنامج في الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي إذ يوفر فرصا كبيرة للتعاون بين المؤسسات في المستقبل حيث تم دعوة ممثلين من الهيئات المسؤولة عن برنامج إيرازموس بلس في دول البرنامج وممثلين من عدد من الجامعات الأوروبية والتركية إضافة إلى ممثلين من جميع الجامعات الأردنية يفتح برنامج إيرازموس بلس أفاقا لتعزيز التآذر والتضامن في مختلف ميادين التعليم وذلك من خلال مد جسور التبادل المعرفي والمهني إقليميا وأوروبيا كما يعزز فعالية التعاون الدولي بين الجامعات المشاركة واستقطاب الطلبة من مختلف دول العالم إلى الجامعات الأردنية سنر قطمين المملكة البحر الميت ومعنا مدير مكتب إيرازموس بلس الوطنية دكتور أحمد أبو الهيجة دكتور صباح الخير صباح الخير يا مرحبا أهلا بك دكتور فعليا عملية التشبيك بين الجامعات الأردنية والجامعات الدولية وتحديدا دول الاتحاد الأوروبي هل هذا التشبيك يتم بالتنسيق مع الجامعات حتى يحصلوا الطلاب على المنح اللي تبعناها بالتقرير أم بيكون التنسيق مع الجامعة نفسها يا سيدي هذا التشبيك أول شيء هو الاتحاد الأوروبي يدعم التعاون بين الجامعات الأوروبية من جهة والجامعات الأخرى من جهة ثانية وبالتالي بتقدم الجامعة الأوروبية طلب منحة للمكتب إيرازموس في الدولة مثلا وإذا أخذت المنحة بيكون اتفاق مع الجامعات الأردنية جامعة جامعة وبالتنسيق الجامعتين بنسقوا على آلية المنحها التنسيق بيصير مع الجامعتين بين الجامعتين هذا التخصص الفلاني هذا التخصص بالزبط ثم يستطيع الطالب أن يتقدم لهذه المنحة عادة الجامعتين بيحطوا شروط اللي بدها تقدم الطالب أو الأستاذ مثلا موجبها اللي مثلا ما هي التخصصات السنوات الدراسة اللغة اللي فيها الدراسة وأهل مجرة بتقدموا الطلاب بيكون فيه لجنة مشتركة من الجامعتين بتقيم الطلبات وبتختار الأنسب هل فعليا فيه معايير للتقييم واضحة للمتقدمين ولا هاي مية في المية خاصة باللجنة لا 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 بيكون معايير منشورة احنا بنطلب كمكتب راسموس يكون فيه أن تقيم جميع الطلبات بمنتهى الشفافية في الواقع وعادة معظم الجامعات بيكون لجنة رأسها نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي مثلا مدير مكتب العلاقات الدولية الكلية ذات الإختصاص واللجنة تنظر في كل الطلبات لأن الحقيقة فيه إقبال هائل على الطلبات من الطلاب الأردنية طب لو حكينا على عدد دكتور عدد المنح تقريبا نعم في الواقع في آخر ثلاث سنوات كان عدد المنح حوالي ثلاث تلاف ومية وخمسين منحة تقريبا موزعة تقريبا ألف منحة تقريبا تقريبا ألف منحة بالسنة بس هذا بالاتجاهين يعني من الأردن لأوروبا ومن أوروبا للأردن يمكن تقريبا خمسة وستين في المية من الأردن لأوروبا والثلث من أوروبا للأردن بيكون أيضا في منح بجامعاتنا لأوروبيين يجي يدرسوا بالجامعة الأردنية مية في المية مبارح كان فيه طالبين في الواقع طالب من ألمانيا وطالب من إسبانيا أيضا عملوا بريزنتيشن عن خبرتهم في الأردن وكان شيء رائع جدا في الواقع بالعدد بدرسوا عربي دكتور الأوروبيين لما يجيوا والله مشكلين مش شرط يعني أحد الطلبة اللي يتكلم بالأول مثلا طالب أسباني وبدأ يتكلم بالواقع العربي وقال أنا أدرس الترجمة من الأسباني إلى العربية على سبيل المثال فشي كان ممتاز الطالب الثاني لأ من الشرط وممكن يطلقوا يدرسوا في في الـ IT مثلا في الهندسة في الأثار وهلو مجرة طب فعليا يعني نعرف الجامعات الأوروبية التطور والعراقة في الجامعات الأوروبية جامعات عمرها خمسمائة وستمائة وألف سنة ولكن ما المحفز أنه يجي طالب أوروبي إذا ما بدوا يدرس عربي تحديدا على جامعاتنا ما هي الميزة في البداية في البداية كان إقبال الأوروبيين على الأردن قليل بخبيش عليك وخافين يجوا يعني أروح الأردن الآن صار إقبال هائل من أوروبا ما رح تتصور في الواقع أنه للمتح الواحد الآن بتقدم من 15 طلاب أوروبيين صاروا يجوا لأن تعرف بدايتها كان في شوية خوف بس لما الطلاب بدي يجوا هنا بيتأقلم وبشوف العادات والتقاليد والإحترام يعني غير يعني زمان كان نجروهم جر على كان نجروهم جر نعم طب دكتور فعليا الطلاب سواء كانوا طلاب أو أساذة طبعا ننشير أنه أيضا الأساذة بيقدروا يتقدموا الموجودين بالجامعات بيقدروا يتقدموا لهذه المنح ويكون فيه منح مخصصة للأساذة ومنح مخصصة للطلاب ولا مشكلة هو في الواقع المنح لكل من يعمل في الجامعات بس المنحة عندما تقدم تقدم إما لأستاذ ليعمل شيء معين يروح يدرس يدرس يدرب يعمل بحث علمي وهل ومجرة أو مثلا لنفرض مكتب علاقات دولية في جامعة أردنية ممكن يزور مكتب علاقات دولية في جامعة أوروبية يشوف كيف يتم تعامل مع تبادر الطلاب ويجيب خبره وطبقه هون فعلى كل المستوى في الواقع من البداية بيكون معروف أنه هذه المنح مثلا خمس ملاح لأساذة منحتين لأداريين وعشر منح لطلع من البداية لو حكينا عن المنح الدراسية التغطية أش بتكون شاملة التغطية بتغطى تذكرة السفر حسب المسافة مثلا من عمان لفرانكفورت مثلا بيدفع خمسمائة وثلاثين يورو خلاص محددة محددة فالطالب بروح أقل بأكثر بدي يتحمل هو وإذا وفره فرقه وإذا دفع أكثر بدي يدفع منه أو من أهله نفس الشيء تكاليف المعيشة مثلا بيدفع ثمانمائة يورو بالشهر لنفرض الحقيقة المعيشة مقسمة إلى ثلاث فئات الدول الأوروبية أو أربع فئات حسب مستوى المعيشة عندهم فبيدفعوا مثلا تسعمية تيرو في الشهر أو ثمانية وخمسة ثمانية الطالب هو هذا المبلغ لأن وين بسكن بسكن في سكن طلابي بسكن كذا كيف بيدبر حاله بالتسعمية بالثمانية بيدفعوا كطالب بالأخير يعني مش رايح هو يدفع فبيدفعوا ما يكفي بس ما يكفي كطالب بالزبط يدفعوا وفعليا هل بيكون فيه التزامات على الطالب لما يرجع يكون مثلا يدرس ما يدرس يعني بعض بعض التحاصيل الفنية هو أول شيء بالنسبة يعني بالإضافة أنهم دفعوا كلفة الطالب كاملة بالمواصلات والمعيشة في الواقع أهم من هيك الطالب بروح ما بيدفع رسوم جامع برا عارفين في بريطانيا مثلا رسوم جامع بتكلف من خمسة عشر و عشرين قليل بالسنة في دول أخرى فش رسوم فالطالب بروح هون بيدفعوا رسوم جامعته في الجامعة الأم و بيدرس برا مجانا بالنسبة لهم لما يرجع هنا الطالب فيه شيئين أو الشيء يعادل أو يعترب بالكارسوات اللي أخذها برا تحسب له كأنه في الأردن بدرس الشيء يتوقع من الطالب اللي هنا أيضا أن يحكي لزملائه كيف كانت ترجطته في الخارج هاي من سميه في إنجليزي اللي يقول لطلاب رحتها إيطاليا أو النمسا ودرست هناك فصل وشو عملت بالزعاب بحيث يشجع طلاب أردن كمان يطلعوا برا فهذا النطل فهم برضو ممكن يستفيدوا منها تسويقيا بأنهم مئة في المئة عم بسوق الجامعات دكتور يعني بصراحة بكل أمانة نحكي يقال بأنه في الكثير من هذه المشاريع وهذه الأفكار كثير في واسطة تفوت الواسطة بشكل رهيب اللي بيطلعوا كل ياتهم زبطة أمورهم ومعروفين وجهزين قبل ما يقدم كمي هذا الكلام سليم يا سيدي أشكرك لن يوجد صراحة بكل تأكيد نحن منتهى الشافية ونعمل حقيقة معي أوروبية مكتب راسموس الوطني المنشأ بقرار من مجلس الوزراء قبل سنوات في الواقع نحن ندقق الجامعات أن تتبع عسو السليمة بالنسبة لنا وبالتالي عندما يتم اختيار طلاب نقول للجامعة كيف أعلنتوا ماذا أعلنتوا للطلاب من يتقدم واجهون قائمة من قبلهم قائمة المتقدمين بتشوفوا نحن ندقق الجامعة بيش عليك مكتبنا نتأكد أن الأسس هي أسس سليم اللي تبعت في الواقع هاي الدكتور بيأكدين أنه أي واحد بطلع عن طريق إيرازموس فهو مش واسطة يستحق هذه المنحطة وننظر في أي شك ويقدمها طالب إلنا أنه كان في واسطة بجامعته للجامعة في الواقع وبتدقيقوا على كل الكشفات اللي بتوصلكم طب دكتور يعني لو حكينا عن المخرجات من هذا المشروع ما هو المتوقع وما الذي وصلتم إليه ما هو المأمول يا سيدي هو برنامج إيرازموس برنامج يعني بدأ في 2014 صح قبله كان فيه برامج كثيرة في الواقع للتبادل الطلابي أوروبا وجدت أنه من أنجح البرامج في حقل التعليم هو البرنامج تبادل الطلابي وأوروبا حققت بدأوا قبل ما يضموا الدول الشركة مثل أردن والمنطقة المناطق أخرى بدأوا داخل أوروبا بالأول قاسم نتائج شافوا نتائج مذهلة جدا اللي هي مردود هذا التبادل على الاتحاد الأوروبي بالأول ساعد في الاستقرار السياسي ساعد في الاستقرار الأمني ساعد في تشبيك الناس ساعد في أشياء كثيرة عرف الأوروبيين على بعض وبالتالي لما إحنا عرضوا علينا أنه مولو تبادل الطلاب من أوروبا لأردن على سبيل المثال ونضمينا هذا البرنامج الحمد لله حقيقة أثروا أيضا على حسن الجوار خذني أسميه أنا اللي هو التعاون الأوروبي الأردني بيكون أيضا في مستوى عالي جدا بصير الطلب اللي برجع في الواقع برجع طلب ما بتغيرين برجع طالب طالب ثاني طالب كيف تعرفوا هذا الحكي؟ نحن نقابل الطلاب سيدي نحن لما نروع جامعة الطالب لما يرجع بترجع أنت بتشوفه وبتشوف نعم 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 نحن لما نروع جامعة اللي هو نجتمع مع إدارة الجامعة مع رئيس الجامعة نائب الرئيس مكتب عقادة دولية بنقول لهم بدنا نقابل الطلاب راحوا بالتعاون تبادل هذا بنقابل أساذي أيضا شاركوا في التبادل هذا وبنسأل الطالب أنت شو استفدت لما روحت ورجعت أنت شميت له بس ولا فالطلبة تأثير البرنامج لما طالب يسافر فصل دراسي كامل على دولة أوروبية ويرجع برجع إنسان ثاني صدقني برجع منتمي برجع بحس في المسئولية بحس قيمة العلم بحس إشياء كثيرة برجع برجع متغير تقول لك فالحمد لله شخص مختلف طبعا هذا بساعد الطالب نفسه أنه الطالب اتصاله مع الناس تحسن الكلتر وبصير أسهل أنه يشتغل في المستقبل بلاقي شغل أفضل مع مؤسسة دولية باعت وعملت وسويته يعني أي مؤسسة بيشتغل الطالب طالب متفتح وطلع وراح وإجا بيكون مرغوب أكثر من طالب ثاني والله لسه ما طلع من الجامعة اللي هو بيشتغل فيها طبعا دكتور سؤال سؤال أخير نظرا لتوقي الوقت عذرني فعليا المشاركة من الطلاب والأسادة لكل الجامعات يمقدم للملحة ما جامعة أردنية بعدين يصير التبادل هذا وبالأخير لازم يكون في علاقة بين الجامعتين بداية شكرا لك دكتور نتمنى دائما بأن الطلاب فعليا الأردنيين اللي بروحوا لأوروبا يتعلموا يستفيدوا يجيبوا خبرات ودائما الطلاب الأوروبيين اللي بيجوا على الأردن يأخذوا الصورة الحسنة عن الأردن اللي دائما بنحاول نصدرها الحمد لله شكرا جزيلا شكرا لك دكتور مدير مكتب إيرازموس بلس اللي طاني الدكتور أحمد أبو الهجة شكرا جزيلا الله عافية شكرا شكرا أن تلف